مشاهد مذهلة، غريزة الأمومة تمكن أنثى الثور من إنقاذ أطفالها في عالم الحيوان، تحدث العديد من المعارك وتشتد بين المفترسات والفرائس بعضها لغاية تأمين الطعام والغذاء والبعض الآخر بهدف الدفاع عن نفسه هذا أمر طبيعي في عالم يعتمد فيه الحيوان على ذاته في تأمين متطلبات عيشه ووجوده لمعرفة المزيد، عليكم متابعة قناتنا أقوياء البرية ابقوا معنا في مشهد يطير الدهشة والرعب في آن واحد يظهر الفهد مترصداً لقطيع من الثيران كانوا يتناولون ما قسم لهم من الطعام بخطوات بطيئة ومتحسبة لما سيحدث بعدها يراقب الفهد أطفال الثيران المتواجدين في كنف قطيعهم للوهلة الأولى تبدو هذه المهمة على الفهد صعبة للغاية فكيف سيتمكن هذا الفهد من افتراس أيًا كان من هؤلاء الثيران وهم ضمن تجمع لهم بعد تخطيط وتكتيك محكم وقوي دقت ساعة الصفر ليبدأ الفهد من الاقتراب من ثور صغير تعد عن مجموعته لمسافة قريبة وبشكل جنوني وهستيري انقضى الفهد مسرعاً وأمسك بالثور الصغير محاولاً افتراسه وفي هذه اللحظات تدخلت أم الثور الصغير مدافعة عن صغيرها بشراسة لا توصف هنا في هذا المشهد لعبت غريزة الأمومة دوراً لا يستهان به بدأ الفهد يحاول افتراس الثور الصغير وأمه تستنفذ كل قواها لحماية طفلها وصغيرها هنا بدأت معركة الدفاع عن النفس استخدمت أم الثور الصغير قرونها وكل قواها لإبعاد وفصل صغيرها عن أنياب الفهد إلا أن الأخير بدأ متشبتاً بالضحية وبرقبتها محاولاً الهروب بها بعد ثوان قليلة انتهت المعركة بانتصار أنثى الثور وتمكنت من انقاض صغيرها الذي لا حول له ولا قوة هرب الفهد مسرعاً إلى مكان لا ثيران فيه ولا أحد إلى مكان أكثر أماناً له من سابقه ومن حسن حظ الفهد أنه بقي على قيد الحياة بعد ضربه من قبل حوافر أنثى الثور العظيمة انتهى المشهد والثور الصغير في أحضان أمه حيث الأمان والراحة إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم لا تنسوا الأعجاب والمشاركة ليصلكم كل جديد دمتم بخير